بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الفقرة ان شاء الله سنرى اللغة الفرنسية معا ميزا بخونتي ساج ان فرنسي كما لو نقول تعلمتي في اللغة الفرنسية طبعا وصلنا وتسفرها مقاطع للأس سائينسية. في الأول سافرها عندنا كما نقول إعادة استمرر. نأخذ الفقرة الأولى هذا هو الورب لير نقول أنا أقرأ تلي أنت تقرأ إلي هو يقرأ نليزون نحن نقرأ أنتم تقرأون إليز هم يقرأون أو هن يقرأنا إذن عندنا جلي إذن عندنا فعل لير هن لذرب لير ومن كلمة للكتور القراءة أنا أقرأ نصا جديدا طبعا في المؤمنات نقول نوفيل مثلا نوفيل ميزون إذن نتكلم عن منزل جديد ولكن هنا نتكلم عن نص نص كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية إذن طبعا هنا سنقول نوفو كما قلنا في المؤمنات نقول نوفيل إذن نص الأول النص صغير هو هذا شابان روش أرنكونتخي لولو دون لفوري شابان روش أرنكونتخي لولو دون لفوري إذن صاحبات ريدا الأحمر أنها التاقت طبعا عندنا نوفير رنكونتخي مصرف مع لوكسيلير أفواغ إذن هي التاقت شي حاجة مش شي تلقاتية هاد الفعل تتقال كأن وكأن الفاعل قام بشي لشي حاجة أخرى فولا مثلا قام بفعلين على شيء إنما أو على شخص هنا هنا شابان روش أرنكونتخي لولو تتقال بنفس الطريقة إذن طبعا هاد الفعل غيتصرف مع أفواغ شابان روش أرنكونتخي أرنكونتخي أشنو التاقت لولو أو مثلا أشنو ضربت لولو أشنو كليت مثلا تفاحة مثلا هاد الفعل كأنه تتجرى من الفاعل الفاعل والتيقوم به على شي حاجة أخرى إذن شابان روش أرنكونتخي لولو اللي تهم في هاد المعنى هاد باش تنعرفوا هاد الفعل مع من غيتصرف واش مع أفواغ كما عندنا هنا أو تتصرف مع أتر كما تنعرفوا كين أفعال أخرى أن تتصرف مع أتر مالتي يكون الفعل تحدث الفاعل مالتي يكون هاد الفعل تحدث الفاعل تنصرفوا لفعل مع أتر طبعا هنا شابان روش أرنكونتخي لولو إذن شابان روش أنه التاقت لولو دون الفوري في الغابة إن لوي منتخ لاميزون دو سا جرم مار قال تنتكلموا لي هي إن لوي هي له هي للديئب هي له هي للديئب ماذا ماذا فعلت للديئب منتخ إنها أراتو إنها أشارت طبعا هنا عدنانا لوفير منتخي أشارت له ماذا لاميزون دو سا جرم مار لاميزون دو سا جرم مار منزل جدتية كبيرا نقول هنا الأم الكبيرة إذن شابان روش أرنكونتخي لولو دون الفوري إذن شابان روش التاقت الديئب في الغابة إن لوي منتخ لاميزون دو سا جرم مار هي له أرات هي له أشارت منزل جدتية إذن هي وراتو المنزل ديال جدت طبعا كنت تعتقدو بأنه شخص عادي كنت تعتقدو شخصية عادية طبعا هو في الحقيقة كما سنرى بأنه شخصية شريرة لولو فا انكوران شي لا غرم مار لولو فا انكوران شي لا غرم مار إذن ديئب فا هذا هو لفعب آلي نقول جوهي توا إلوا نوزال فوزال إلوا إذن طبعا نصر في البريزون على عكس فعل رنكوان رنكوان مصرر في البريزون نصر في البريزون بح barre اللي هو لوفرأ ما يكون ببعده طبعا ما يتصرف ببعده تعني ستنheen بحر ولكن ما يأتي لكي ساعدنا نصرف في العام آخر تسمى أكسلير 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 يعني مساعد أكسلير يعني مساعد تنتكلم أحيانا على لا فوخص أكسلير نتكلم أحيانا عن لا فوخص أكسلير نتكلم عن القوات المساعدة أكسيليغ إذا نتكلم عن كلمات أكسيليغ يعني مساعد ألوي مانتخ لاميزون دوسة غروم مار هي له أشارت إلى منزل جدتها لولو فا أنكور أدي أبذهاب أنكور جاريا هذا طبعا هذا سالوغرب كوريغ لوفارب كوريغ في الجارة لولو فا أنكور إذا نتكلم عن ذهاب يجري كما نقول ذهاب جاريا ذهاب جاريا أو جاريا إلى الجدة إلى الجدة نتكلم عن الثاني نمر إلى الفقرة الثانية جغتخوف إجولي ليمو دي تاكست أنا أجيد مرة أخرى ما عندناش أنا جغتخوف أنا أجيد عندنا جغتخوف أنا أجيد مرة أخرى إجولي بحلي عدنانا إجولي وأنا أقرأ للمو دو تاكست أقرأ كلمات النص كما نلووويو إسي أننا أسرطان نمبر دو مو كما نلاحظونا عندنا عدد من الكلمات على المرات ، عينو الأن ملاحظة. يجب أن يجب أن يكون معقول. ومندي شركة في الجيل والأخارجًا قد يكون في الجيلة. فقد كما نشاهد ، ماذا يتحدث في الجيلات؟ لا أكبر. فإننا سلم ، الأية ليت جائمًا التي سترجعناً لن نحن السابق، نجعنا الثانيات عن المصاقات التي نضع الـ جائمًا ، الكلماء اله Matte etنا نزع ويفيف أن يبدو هذا الفرق هذا الكلمة هل يتدمن هذه الكلمة او لا نوزال لنحن نرى كما نقول تدمنه تجيح تب معنى ديال فاهيمة فاهيم الفكرة يعني أنك تدمنتها اذا نتابعن تدامن تا يعني انك فهمتا اذا نتخلم اللعب على اشترك ازنا نتخلم اشترك انظر أنا سو من سو من هاد اي الكليمة اذا نره هاد نفس غير هل يتدامن او لا يتدامن هاد اي الكليمة اذا جم حول نجد سابعن روش أرنق علي لولو كم نو نظر سو من التخش انظر لو مو لولو نو في سوص على الثاني مو La maison Et nous allons voir aussi Est-ce que ce petit texte comprend Ou non Ce mot Et dans ce petit texte comprend aussi Ce mot Nous passons au mot suivant On a Che Direktement Nous prenons la dernière ligne Bien sûr ce petit texte comprend aussi Ce mot Le mot suivant La forêt Nous prenons la première ligne Chapeur rouge a rencontré le lot Dans la forêt C'est clair que ce petit texte comprend aussi Ce mot Nous prenons le mot suivant La ville La ville Est-ce que ce petit texte comprend Ou non Ce mot Chapeur rouge a rencontré le lot Dans la forêt Chapeur rouge a rencontré le lot Dans la forêt Et lui montre la maison De sa grand-mère Loulou va en courant Chez la grand-mère Bien sûr Comme nous le voyons Ce petit texte ne comprend pas La ville Après on a La cabane La cabane Loulou est-ce que ce petit texte ne comprend pas La cabane C'est des mots La initiation Le mot Cette main La parach Alright Elle met Un mot C'est un mot C'est un mot نقول المانتر هو بيه المانتر هو بيه المانتر اذا نتكلم عن ساعة دي الفيع المانتخي وكما قلنا هاد الاحرف بهذا الشكل بهذا الترتيب ممكن تعني المانتر يعني ساعة اليد او ساعة الجيب بصفة عاما نتكلم عن ساعة صغيرة ابراونا كور انا ديجا في انكور انكور طبعا كور هي الساعة ايضا دي الفعل كورير نقول الكور هو يجري ولكن هنا ما عدناش الكور عدنا انكور يعني جاريا اذا الكلمة مكناش هنا ابراونا لامار طبعا هنا عدنا لامار ولكن هاش نعدنا عدنا جران مكان جران مكان جران مكان Loulou va en courant Chez la grand-mère Bien sûr ce petit texte Ne comprend pas le toit Ce petit texte Ne comprend pas le toit C'est un peu L'oeil est d'amman Quelle mette le toit Après nous passons au troisième paragraphe Je mets les lettres en ordre Pour former des mots Je mets les lettres En ordre pour former des mots C'est un peu C'est un peu de mots Le verre mètre Jummey Quelle mette le choufou Moussaraf Dans le présent Je mets les lettres Je mets les lettres Je mets les lettres En ordre C'est un peu C'est un peu Le désordre On ordre Comme nous le voyons ici On a des lettres Qui sont en désordre Jummey les lettres Jummey les lettres en ordre نحن سنضع الأحرف في ترتيب من أجل تكوين من أجل تكوين من أجل تشكيل نتكلم أحيانا على la form la form يعني الشكل نقول مثلا على واحد الشيء بأنه عدوا على la form كذا وكذا إذن نتكلم عن la form يعني الشكل هنا من أجل تشكيل من أجل أن نشكله ماذا ديمو نشكل كلمات إذن عدنا هنا ركينا كلمة ولكن لا قدنا هذا الأحرف أتولي عدنا كلمة هنا أيضا هذا الأحرف معده معنى هذا الأحرف بدأ الترتيب معده معنى خاصنا رتبها خاصنا رتبها باش تعطينا معنى وبالتالي ستكون كلمة حقيقية عند معنى كذلك هذا الأحرف وكذلك هذه الأحرف نحن ندعوه في ترتيب بوبتنير أمو اللي كي نحصل على كلمة هنا جي أو زيد آن إذن سندع أولا جي ثم ندع ماذا أ إذن سنقول غ غ ثم ندعوه بعدها زيد فتولي عدنا غتولي عدنا غاز ثم ندعو تولي عدنا غاز ثم ندعوه ثم ندعوه تسبع عندنا غاز غاز إذن نتكلم عن غاز غاز ثم عندنا ر ر هو بи ت ل اي ر أو بي ت ل آن سندع dw توقع珍 توقع . 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 ثم نضع الطي تصبع عندنا بوغ ثم أ تصبع عندنا بوغطة ثم إي ثم أل تصبع عندنا بوغطاي إذا نتكلم عن الباب الكبير ثم عندنا دي أن إي إكس إذا طبعا نضع إي نضع أن ثم دي ثم أ ثم إكس فنحصل على أندكس فنحصل على أندكس في المجموعة الآخرة عندنا إي إكس طي أ إي إكس طي أ إذا فنحصل على ماذا؟ نضع أولا طي نضع آ نضع إيكس ثم نضع إي فنحصل على ماذا؟ نحصل على كلمة تاكسي تاكسي إذا حتى لا نطيل نكتف بذل قدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله تاكسي 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 تاكسي